السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة دروس الدعم التقوية لإبتدائي في حصة اليوم سننجز الصفحتين عشرون والصفحة واحد وعشرون من مرجع المرشد في النشاط العلمي للمستوى الرابع من التعليم الإبتدائي الأسبوع السابع عنوان الدرس هو تصنيف المادة وخاصياتها الحصة الأولى La classification de la matière estipropriété إذن تصنيف المادة وخاصيتها إذن في هذه الحصة سندرس وصف حالات المادة أي سنتعرف على حالات المادة الحالات التي توجد عليها المادة الهدف من هذا الدرس هو أن أحدد الحالات الثلاثة الثلاثة للمادة وأصنفها إذن بالنسبة للهدف من الهدف أن نكتشفه لأن المادة عند هذه ثلاثة ديال الحالات تكون فيهم ننطلق من النشاط الأول من نشاط أبني تعلماتي ألاحظ وأفهم إذن سنقرأ النص بينما كان مسعود عائدا من السوق يحمل المشتريات على دراجته الهوائية انفجرت فجأة عجلة الدراجة فسقطت القفة وتقطعت كل الأكياس وتناثرت الخضر وسال الزيت على الأرض قام مسعود بجمع الخضر المتناترة غير أنه لم يستطيع جمع الزيت السؤال الثاني أتساءل وأذون في دفتري إذن بالنسبة للهنة يعني طلبوا مننا أن نطرح سؤال التقصي المتعلق بهذه الحصة إذن السؤال الذي سنطرحه هو لماذا إذن لماذا استطاع مسعود أن يجمع الخضر والفواكه في حين في حين لم يستطع أن يجمع الزيت الزيت واللبن علامة استفان إذن السؤال التقصي هو لماذا استطاع مسعود أن يجمع الخضر والفواكه في حين لم يستطع أن يجمع الزيت واللبن السؤال الثالث أفترض الأجوبة وأدونها في دفتري إذن من خلال هذا السؤال فالمطلوب منا هو أن نقترح الفرديات إذن سنقترح الفرديات إجابة على السؤال الذي طرحناه إذن من خلال السؤال إذن ربما الفرديا دائما تبدأ بربما ربما ربما استطاع أن يجمع أن يجمع الخضراء والفواكهة لأنها مواد صلبة فرديا صلبة الأولى الفرديا الثانية لم يستطيع جمع الزيت واللبن لأنهما مادتان سائلتان السؤال الرابع يقول أتحقق من الأجوبة المفترضة إذن نعدنا النشاط الأول والنشاط الثاني شكل وحجم المادة الصلبة إذن أضع قطعات الحجر نفسها في أواني مختلفة وألاحظ إذن أخذنا إنا على شكل أسطواني الشكل أو على شكل مستطيل دارنا في حجرة هذه الحجرة نت أضعنا على هذا الإناء الذي شكله مختلف عدو شكل مختلف أضعنا بين حجم قطعة الحجر في كل إناء هل تغير حجم قطعة الحجر إذن هنا يوخح هنا أو لا هنا إذن الجواب لا لن يتغير حجم الحجر السؤال الثاني أقارن بين شكل قطعة الحجر في كل إناء هل تغير شكل قطعة الحجر عندما غير شكل إناء إذن شكل الحجر يبقى كما هو رغم تغير شكل الإناء إذن لا لن يتغير شكل الحجر إذن هنا لن يتغير حجم الحجر وهنا لن يتغير النشط الثاني شكل وحجم المادة السائلة إذن أضع الكيمية نفسها من الماء في أواني مختلفة وألاحظ إذن خذنا الماء حطينا في الإناء الأول أسطواني الشكل من الإناء الأول خذنا الإناء الثاني ومن الإناء الثالي خذنا الإناء الرابع الثالي الثالي السؤال وقارن شكل الماء في كل إناء هل تغير شكل الماء إذن نعم سيتغير شكل الماء إذن سيتغير الشكل الماء إذن أضع في هذا غيبا مستطيل إذن سيتغير الشكل على عكس الحجرة إذن هنا غيبا دائري الشكل إذن هنا شكل كان مستطيل هنا شكل منحرف هنا شكل يأخذ شكل الإناء الذي يضع فيه إذن أقارن بين حجم الماء في كل إناء هل تغير حجم الماء إذن بنسبة حجم الماء لن يتغير واحد ليتر واحد ليتر واحد ليتر إذن هنا لن يتغير حجم الماء إذن يساوي واحد ليتر نتقل إلى النشط الثالث شكل وحجم المادة الغازية إذن تجرب أنفخ بالونا بالهوائي وأربط فوهتها ثم أضغط عليها وألاحظ إذن نأخذ واحد نفخ ونضغط الهواء نفخ فيها ونسد ونضغط عليها إذن أقارن بين حجم البالونا قبل الضغط وبعد هل تغير حجمها إذن الحجم البالونا قبل ما نضغط ومن بعد ما نضغط إذن سيتغير إذن الجواب دير هذا السؤال نعم تغير حجم البالونا أو الكرة البالونا إذن نعم تغير حجم البالونا وقارن بين شكل البالونا قبل الضغط وبعد هل تغير شكلها إذن قبل الضغط كانت على شكل بيضوية الشكل وهنا تغير شكلها أو تشوه شكلها إذن تغير شكل البالونا السؤال الخامس أدون ما توصلت إليه في دفتري إذن بنسبة لمادة الصلبة إذن بنسبة لمادة الصلبة لا يتغير شكلها ولا حجمها إذن لا يتغير شكلها ولا حجمها رغم تغير الإناء الموضوعة فيه أو الموجودة فيه إذن المادة الصلبة لا يتغير شكلها ولا حجمها رغم تغير الإناء الموضوعة فيه أو الإناء الذي توجد فيه إذن المادة ننتقل الآن إلى المادة السائلة نسبة المادة إلى يتغير يتغير شكلها يتغير شكلها ولا يتغير ولا يتغير حجمها كانت واحد لتر ستبقى واحد لتر إذن يتغير شكلها ولا يتغير حجمها رغم تغير الإناء الموجودة فيه إذن نسبة المادة السائلة يتغير الشكل ولا يتغير الحجم ننتقل الآن إلى المادة المادة الغازية نسبة المادة الغازية يتغير حجمها ويتغير شكلها يبججهم كيتغير بتغير يمتق يتغير إلى غير الإناء الموجودة فيه بتغير الإناء الموجودة فيه لماذا؟ لأن الغاز قبل الانتغاط الغاز قبل الانتغاط يعني يقدر يتبدل الحجم ننتقي إلى السؤال السادس استنتج وأستخلص في دفتري إذن بالنسبة للاستنتاج نكتب إذن توجد ثلاثة حالات للمادة اللي هما للمادة الصلبة للمادة السائلة الغازية الغازية يتغير لا يتغير حجمها 1 لتر ستبقى 1 لتر يحتفظ الماء أو الحليب أو الزيت من إناء لآخر أما بالنسبة لمادة الغازية يتغير شكلها ويتغير حتى الحجم لماذا؟ لأن المادة الغازية أو الغاز قابل للإنضاء لأن الغاز قابل للإنضاء والتمدد تكشير الحجم دياله كي ينقص ويزيد بحسب المكان الموجود فيه أو الإناء الموجود فيه ننتقل الآن إلى أسئلة فقرة أطبقه وأقومه إذن جيكري لنم للماتيار أكتبه اسم المادة بوا، خشب، لي، حليب، أر، هوا على بلاس في المكان المناسب إن نعني فرم بروبخ، نيبوليوم بروبخ، ليس له شكل محدد ولا حجم محدد إذن شكونا هو هذا؟ هل هو الخشب، أم الحليب، أم الهواء إذن 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 الهواء ما عندوش حتشي شكل، حتشي حجم إذن 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 describing إذن 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 أعطنا 색 ننتقل الآن للسؤال الثاني اللون الأزرق داخل الصناديق أسفله يمثل ثلاث مواد مختلفة صلبة وسائلة وغازية هل يمكن أن أحدد طبيعك المادة في كل صندوق انطلاقا من شكلها؟ نعم يمكن بالنسبة للمادة الأولى إذا المادة الأولى إلا راح طوما أخذت الشكل الإناء الموجودة فيه إذن هنا كنت تحددو على مادة صلبة نحن بحشي حجرة هنا المادة انطرشرت لنا في هذا المحيط كامل إذا الحجم ديالها كبر وشكل ديالها أخذت الشكل الإناء الموجودة فيه إذن هناك نتكلمه على الغاز لماذا؟ لأن الغاز ينتشر لأن الغاز ينتشر ويعني يتمدد هنا المادة الأخيرة هي مادة سائلة لماذا؟ لأنها عند الحجم ديالها الخاص بها ولكن شكل أخذت لنا شكل ديال المكان والإناء الموجودة داخله ننتقل الآن إلى استثمر مكتسباتي وصنف المواد الموجودة في منزلنا إلى مواد صلبة وسائلة وغازية في جدول وأختار منها مادة سائلة ومادة صلبة ومادة غازية وأوجه الفرق بين كل مادة وأخرى إذن سوف نرسمه واحد جدول فيه ثلاثة المواد إذن هنا سوف نكتبه في مواد صلبة هنا لدينا مواد سائلة وهنا لدينا مواد غازية ديال بنسبة المواد الصلبة لدينا مثلا الدقيق السكر الخشب الملح إلى آخره المواد السائلة الحليب الماء الماء الزيت العصير بالنسبة للمواد الغازية أدنا مثلا الغاز البوتان البوتان أدنا مثلا الهواء يموجود داخل المنزل ثم إلى آخره بالنسبة للشقة أوضح الفرق بين كل مادة أخرى أنفسه ليصلك المادة السائلة ولا يتغير حجمها المادة السائلة وتغيرها وتغيرها ومادة الغازية وتغيرها وإذا نغير الإناء الموجودة فيه مالح والبوتان وأissement المواد السوبة لا يتغير شكلها ولا يتغير حجمها. المواد السائلة يتغير شكلها ولا يتغير حجمها. وبالنسبة لمواد الغازية يتغير شكلها ويتغير حجمها اذا اه اه اغيرنا الايناء الموجودة داخله.